اشتركوا في القناة قولوا لابن آدم فوقوا رياح المدام رياح المدام واسمعي الكلام وامضي مع نفسك يا قط معهدة السلام دي الحكومة والجامعة موديق لي بكل ساعة الزكاق والغفاق والخيناء والاتفاق الشرصة والوداعة والطنش والالتزام رياح المدام رياح المدام واسمعي الكلام وامضي مع نفسك يا قط معهدة السلام دي الحكومة والجامعة موديق لي بكل ساعة الزكاق والغفاق والخيناء والاتفاق الشرصة والوداعة والطنش والالتزام رياح المدام هيا فهما في كل حاجة وانتالة هي نظرتها اللي صفة والأداء هي تحكي بكل حاجة وانت لما تحكينا هي مية مية فل ست الكل والأحاق رياح المدام واسمعي الكلام اه وامضي مع نفسك يا قط معهدة السلام دي الحكومة والجامعة موديق لي بكل ساعة الزكاق والغفاق والخيناء والاتفاق الشرصة والوداعة والطنش والالتزام رياح المدام رياح المدام اه 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 سلطان سمع الله لمن حمدك طب يا حبيبي خلال الصلاة والتعالى الفطار جاهز الله أكبر صباح الخير يا مجرسلي صباح الفل يا مبفية العش يا حب الكون الكلام الحلو ده الصفح معلش صحيتك بدري بس قلت فرصة نفتر مع بعض مأسور يا روحي انا مش هقدر افتر معاك النهاردة ليه الحمد لله بقيتها سم اتنين وثلاثة بس السنة اتنين وخميس مجد؟ ايوه خلاص يا بقى الاسبوعات جاي بقى ان سم اتنين وثلاثة وخميس ودلوقتي افتر معاك منهم اني سنت وعلى رزقك افترتي كل سنة وانت طيب يا حبيبي انت طيب يا روحي نوليني البيت بقى كل سنة وانت طيب يا حبيبي وانت طيبة يا روح الروح المخلل بقى عشان يفتح نفسي مممم بتاع نفسي كل سنة وانت طيب يا حبيبي وانت طيبة ياقفص الصدري العصير بقى عشان ايه ابلع كل ده سيتا أقول لك مش رباب صاحبتي جابت عبدالبر يه جابه بابل العمارة طب الله كويس جدا جابت يعني خلفت يا سلطان ايه ده يعني لسه ما فيش بقفل العمارة خطر جدا على فكرة وراشا صاحبتي جابت نقراشي نقراشي ده خلفولي من دول ولا في صورة 19 سلطان فيه موضوع مهم بقى عايز أتكلم معك فيه عارف عمالة حومي زي سمكة القرش عشان تفتحي موضوع الخلف ايه يا سلطان وانا ليه كل ما اكلم معك في الموضوع ده تتنرفز عشان احنا اتفقنا قبل كده اتفاق رجالة ان الموضوع ده مش هيتفتح في البيت ده لا انا ما اتفقتش مع حد وبعدين بقى انا من حقق يخلف وابا قوم من حقق تخلفه وتبيقوم ومن حقق ما تعيرش بتعيرين يا داليا بتعيرين عشان عقيم سلطان ما تستهبش انت مش عقيم شكرا يا داليا بعد ما عيرت السنين دي كلها بستحمل ان انت عقيمة وانا اللي كنت سليم جاءت اللحظة اللي انت بتعيريني فيها عشان بقيت عقيمة بطل استهبال انا مش عقيمة شكرا شكرا يا بنت الناس يا محترمة اللي بتعيري زوجك انا لها كلام تاني خالص مع امك امي سلطان انا امي متوفية من قبل من اتجوز بجد اب جد ده كنت ناسي صح لا ما كنتش ناسي لا ما كنتش ناسي مش انت اللي قلتلي ان انا امك وابوكي وجوزك وحبيبك ولا كنت بتكدبي عليك ايه ده سوري يا سلطان والله العزيم فهمتك غلط انا حيوانة اوي ازاي فكرت فيك كده ايوه حيوانة خلاص بقى سوري مش قصدي سوري يا سلطان خلاص نفسي تسدد مش قادر اكل انا بقصت سيامي عالفاتي طب بص خلاص انا هقوم عشان ترفت كل براحتك لا لا يا دالي انا برضو لها ضحي وحقوم وحسيبك انت اللي ذاك لي اه 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 موسيقى 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 صباحة كلها صلى السلطان صباحة الجمالة ربيع اتأخرت ليها سلطان الكادر مالك أسرور؟ من هو؟ اللي يجايفلنا الأعلان العميل دي وصلت ومتعصبة جدا ومتعصبة ليه؟ محصود دوني سيمير غنما اعتزرت يا ريسوود دوني اعتزرت ليه؟ مالك يا لها اعتزرت ليه؟ كي ايه؟ انت سابت معكستها في آخر مياتنج لما رام رضوان جي هنا وهزقك ايه يا فاكر وضربك بس فاكر يا سرور ومسع بكرامة كالأرض بس فاكر يا سرور لما علقك على بابك خلاص يا سرور افتغرت لما شاتم افتغرت افتغرت يا سرور تقول لي نعم كلا انت حلو؟ جرافيكس ملا؟ جرافيكس ماشي عالأرض حلو يعني نار نار على زيت حار تعال بقى نشوف الموضوع ده انا مش هادر يصدق اللي بيحصل ده ديس سو ان بروفاشنل يعني ايه دون يا سامير غاني متعتذر عالاخر اللحظة ها؟ طمع طلبت فلوس كتير جدا انا مش عارف دونية تغيرت كده ليه فعلا طلبت المبلغ الكبير ده؟ ام طب احلف لا احلف ايه؟ احلف لها يا سرور حرام حرام؟ تحلف ولا تريفد؟ والله العظيم طلبت مبلغ كبير جدا ولو على البديل ممكن اجيبلك بديل في ثانية ماهي الكارسة في البديل اللي حضراتكو جبتوه واحنا جبنا بديل ايوه بصني واحدة بعد اذنك بس تجيبنا بديل؟ اه غير ما ترجعلي؟ بك لازم اتصرف قبل ما الاعلان يقع جبتم ايه؟ امي مين؟ امي انت مجنون يا سرور جايب امك اعمل اعلان؟ لازم اتصرف وست غلبانة ايه ترضى بقليلها هتقولك عناية يا عم سلطاة ايه منادي امك يا سرور منادي امك مامي مامي فضل يا سيدي ده منظر واحدة تعمل اعلان شيك زي ده؟ ولا مش شيك بصراحة بس بقولك ايه انا اللي اخترت الكمباوند ده عشان يعمل الاعلان ليه بقى؟ عشان انت البرودكت بتاعك ايه كلاس والست دي سي كلاس مش فاحنا لو اخدنا المحتوى بتاع السي كلاس حطناها في الايه كلاس هنكسب كل الطبقات ويمكن ناخد البيه كمان معاهم انا مش فهم حاجة ولا انا فتعالي نعمل الاعلان ولو ما عجبكش هاعدولك على حسابي مش اما شوف جاهز امك يا سرور يلا جماعة مامي ايه ريح الوحش دي يا يا اس اي ليه كل اللي عدي قنبك فق ايه هم ما عليك لو رفعت دراك فوق ما حدش شيء قد يفوق ميني ريح الوحش دي يا يا اس اي رشا واحدة تشبر حتى هلبب لاحتيات ولا تريبن هم احبطوا ولا حديقوا الافي ميني ريح الوحش دي يا يا اس اي هيقوله ايفي يا 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 اخي ماء فريش ياء دلعي البطاط هي الاي لوفيت هاي انا تحمارة دي ولا ايه شرور تحماره انا ولا ايه انت زي عرف تتعمل اعلان زي ده بواحدة زي دي؟ You're a genius اللي يتجاوز واحدة اوحش من دي يقدر يعمل اعلان زي ده بواحدة زي دي Oh my god انت بتجاوز واحدة اوحش من دي؟ تسنة يعني اوحش سنة عشان مظلمهاش بصي هي شبهها بالزبط بس بسكسوكا والقرع اللي هي بتاعة احمد بدير دي وانت إيه اللي خليك تتجاوز واحدة زي دي؟ موقف إنساني يعني بس أنا مش عايزة تتراق له دلوقتي لدرجة انه أبيتش عارفة اشتغل فين يعني حتى المشروع بتاعك ده أنا مش عارفة هفينله فين طب إيه رأيك تجيت منتج عندي في البيت؟ أيها بس ممكن البواكي يتداق من وجودي او حاجة نو نو لا أنا بابايا بتوافي teriaّى آلوا كتير البقاء لله طب جوزك يعني جوزك ممكن يطب علينا في أي لحظة منظرها مش يبقى لطيف يعني لا 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 ما تقلقش أصلنا تطلقة سبع مرات اللهم صليع النبي طب بالنسبة للبوايب أقول له إيه وأنا أطالع بقى هنبعته يجيب أي حاجة حالوة قوي يبقى أنا هجيب اللابتوب وإزاستين بيرا ونشتغل جامد قوي على الإعلان بقى جامد العنوان العنوانك ما اتأخرش ما اتأخر إيه ده شغل؟ شغل يا صور؟ ما هيكون لها شغل صح الإعلان هايل هايل ربنا أكرمه يا ربنا على طول حاسة إن أنا متضايقة أو مخنوقة كده وحتى لما بحاول إن أنا أفك أو أغير شوية بحس إن أنا في سواد حوالي من كل حدة بتعرف إن السواد ده يزيد؟ يفضل السواد يزيد يزيد لدرجة إنك مش هتبقي شايفة أي حاجة منه؟ ما هو ده اللي أنا خايفة منه خايفة إن أنا لقي نفسي الواحدة شعر فعمل إيه؟ ولا حاجة هتمسيكي نفسك شوية وبعدين هتتعاضي لمدة سنتين كده ولا حاجة وفي الآخر هيلاقوكي مأفورة في بانيو مثلاً وفي سرينجة في درعك على فكرة أنا فعلا فكرت إن أنا أخد مخدرات وبرضو فكرت يعني في إني لأ 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 فكرت إني أنتحر أيوة بقى أيوة بقى بقى كده نتكلم هو ينفع؟ ينفع المفكر اليوناني سفوخسيوس قال إيه؟ قال من كان قادرنا على الانتحار فليقفعل ذلك في التو بس أنا كنت فكرة إن أنت هتكتب لي على أدوية ومهدئات والحاجات دي كله سهل، ده سهل يعني كل الدكاتور الصغيرين بيعملوا كده وأنا مقدرش أكتب على أدوية أقدر بس ده تضيع وقت ليه؟ هديك الأدوية فهتمشي عليها شوية هترتاحي جداً هتخسي جداً وبعد شوية هتبط لي هترجعي تاكلي فهتبقي بقى كئيبة ودخينة ووحشة أه؟ أهو أنا وحشة؟ أهو كئيبة ودخينة أمل أنت متجوزتيش لي لحد دلوقتي طب أقول لك على حاجة أنت عندي كم سنة؟ تلاتة واربعين مثلاً؟ أنا عندي ثمانية وعشرين متغزاري ثمانية وعشرين؟ أيوة لا يا شيخة ولا هيبان عليك والله والله أقلها متجوزة مرتين ومتطلقة طب أقول لك على حاجة أنت مرتبطيش أو حد زنقك في بير السلم؟ ما حصلش ما حصلش؟ والله هيحصل يعني أنت سنتين بالكتير وهتبقي عانس المطلقة وعانس شفايا مستنيها إيه؟ بس أنا طب قوليلي يا هونت اسمك إيه؟ جميلة لا بجد الله اسمك إيه؟ اسمي جميلة تحكي على نفسك والعالمين يا شفايا تحكي عليها؟ جميلة أيوة تحكي على نفسك وإنت عارفة حبيبتي إيه اللي انت حار؟ الانتحار ده عامل زي قفزة الثقة كلنا لازم نمر بيه كلنا؟ كلنا يعني موت نفسي؟ والله أنا لو عليك كنت أنا عملتها لك بإيدي بس أنا عايزك أنت اللي تعتمد على نفسك أنت اللي تأخذي الخطوة دي أنا عايزك أنت اللي تقول إيه أنا هموت نفسي ابداي طب وماما؟ حسين ماما لمن؟ يا ستي ما تشغليش نفسك بماما ماما بعد ما أنت إن شاء الله تموتي وتخش المستشفى جلتا وتخش المستشفى تعطلها أسباين تلاتة وبعدين تحصلك تشغليش نفسك بحد فكري في نفسك هم؟ انتفقنا؟ لا بالتصين يلا 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 كل99 يا ت Twilight ها؟ مين الشطر اللي هتنتحل؟ يل شطر هاي هاي يل هوبا براوهو.. أنت غلطة أنا برضه عدالية ما ينفعش قبل إن إنك أنت تسيب السلطنة سارمح برة لبيت ليه له نهار زي ما هو بيعمل كده؟ هيعمل إيه يعنى يا تعاني للشغله وبعدين يعنى هو بيعمل كده عشان مين مش عشاني وعشان بيته؟ عشاني وهي عشان بيته عشاني وعشان بيته قولك إه جوزك دير على حل شعره لا يا طنط مستحيل سلطان يعمل كده ده بيسال الفرد بفرده اللهم قوي إيمان أمه يا طنط والله يصدقيني سلطان ده من قندف الناس اللي أنا قابلتهم في حياتي من أوسخ الناس اللي هتقابلهم في حياتي وثخ وثخ أوز يا المرحوم أبوه أه ما قولك إيه؟ عارف أي أم كان في الحضانة؟ كانوا سمينه عن تيل البيبي هوم أول قضية تحرش في حضانة تسجلت بإسمه سلطان عبد الحميد الجحش من رواد الأوائل لاتحافظت يا حبيبتي في الموسوعة آه بس هو بقى قالي أنه هو تاب من ربع ابتدائي من ربع ابتدائي؟ آه يا حبيبتي ولا ربع جمع حتى خد دي افتكر أنه النهار ده حيت جوازكم وقالي كل سان وانتي طيبة هو قالي وانتي طيبة حتى بالأمارة ساعتها قالي نوليني يروحي العسير ده عشان أبلع آه عشان يبلع الكتبة شوفي بقى لا افتكر ولا حيفتكر لا يا طانت بقى أنا متأكدة أنه سلطان بيحبني وهيفتكر وهيجب لي هداية كمان وبعدين بقى مش معنا أنهم بحبكيش أنهم بحبنيش أنا كمان بيحبنيش أيوة لمصيبة إيه اللي أنا فيها دي يا علبي إزاي معليك يا فاندم أنا تمام الحمد لله أنت هي أخبارك لا والله بجد ألف ألف مبروك يا باشا الترقية ألف ألف مبروك لا والله أنا قلت أتصل كده سلمه ويعمل أوردر بالمر أه أه هستأذنك بس لو تبعت لي حد كده يعين ويشيل الجثة بتاعت النهاردة لا بنت مرة دي بنت اسمها جميلة شابها جميلة إيه هبص على الفايل كده والله أنا بقول 43 و 40 سنة معرفش بها هي بتقول أصغر الله أرحمك بتقول أنها أقل أنتوا هتيجوا تشوفوا هتيجوا تشوفوا بنفسكم طي خلاص هستناك باش هستناك هستناك معلقة بالمعلش هستأذنك في حاجة آه البوكس بس اللي هيجي هستأذنك لو يعدي جيب لي علبة سجاير آه أصفر وباقي متين تعبك معي ألف ألف شكر عايزك دوري ماشي يا فايل ماشي بحفظ اللي يا فايل فضل 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 يلا اخلص عايزك دوري فضل 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 ايه يا ابني فيه ايه مالك أبقول لك ايه أنا معاك النهاردة بالليل لا معايا فينا النهاردة مش هينفى على مشغول ولا أنا فاضي ولا عايزة أشوفك أصلا أبقول كده عشان داليا آه انت عايزة تخلع من داليا بس برضو النهاردة مش هينفى ليه عشان النهاردة عايز جوازك على داليا يا سلطان يا نهاري سويت ده خبر وحش جدا على فكرة عرفت ليه مش هينفى ايه يا باكت بس انت مشوفتش وفاقة وفاقة اللي انا رايح له دي حاجة تانية خالص ولا عايزة اشوف وفاقة ارجع لبيتك يا سلطان انت مش فاهم داليا بتجيلي العيادة هنا وتشتكي وتقول لي ايه هي لسه بتيجي اه بتيجي وكل اللي انت بتعدى عليهم بيجي بقولك ايه مانست اقولك ميسرة اللي انت كنت شقطان شارع السودان انت حرت لا اله الا الله لا الله امتى مسبوع اللي فات احاول على قتل بالله يا حبيبتي ما اصار يا ربنا يغفر لها بقى ويسمحها مهم ما علينا والله العظيم والله يا سلطان لو لك انت انا كنت دخلت داليا كرسي الانتحار زيها زي البقية انت مش فاهم يا بتجيلي العيادة هنا وتشتكيلي من ايه من ايه تعيب طبع مش هينفع قول دي اسرار مريدة منفعش حد يعرفها غير انا بس روح لمراتك يا سلطان بلا وفاء بلا هبل بلا قلة ايمة بس 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 قبل ما انت اللي تهبل بص على وفاء اللي نرايح لها روح لوفاء يا سلطان روح بلا داليا بلا هبل بلا قلة ايمة دي وفاء هم؟ 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 هروح ولا لأ؟ تروح؟ لا أنت تشيل زنبها دي لو ما روحتش روح ربنا يبارك لك يا شيخ طيب أنا أقول لداليا إيه؟ لا ده أنا أقول لداليا أن أنت معايا طبعا يا سلام بس بقولك إيه؟ نعمها بالصيعة إزاي بقى؟ يعني خد داليا ساعة ساعتين كده في أي مطعم عشيها وتبقى عملت اللي عليك أيها بس ساعتين دا كتير أوي داليا دي مملة جدا أباكت أنا بقى هيعدوا كده لا ساعتين كتير على داليا بس بقى والله هيعدوا كده مش هتحس بيه وقت تبقى عملت اللي عليك ورحت معادك بعد كده وهو كده تبقى كسبت دنيا وآخرا بس برو ما حالش عشان تبقى عمراتك عشان خاطر مش كل سنة وانت طيبة يا حب الكون يا مدفية العش وانت طيب يا روح قلبي أنا قلت أنك مش تفتكر أنا أنسى أي حاجة ومنساش قفص الصدري وماكنونه طبعا أنا في البيت متأخرش لا خلصت خلص وجايلك هوا هدية؟ آه طبعا جبتلك هدية أمه هي لا خليها مفاجأة بقى مش هينفع قولك عليها وانت طيبة يا حب الكون يا مدفية العش يلا يا روحي بقى هدية هي نقصة اهتمامة اللي لقيه في وش بقى داليا يا ريس يا ريس خمس بسانت طيب بسانت طيب بسانت طيب خمس بسانت طيب بسانت طيب بسانت طيب بسانت طيب في حلويات، في لانشن بالجبنة وفيه جبنة سادة وفيه سجاير لا لا انت فهمتني غلط انا عايز حاجة اينفعة تتحط في بوكس بالونز الحاجات الفاكسانة دي اللي النسوان بتحباه مش فاهم حضرتك طب بص يا علي ايه اغلى حاجة عندك ام امك ربنا خليها لك يا سيدي لا الله يرحمها الله يرحمها يا سيدي نفترض بقى ان امك الله يرحمها لسه عايشة وانت عايز تجيب لها هدية من هنا هتخش عليها بايه ميرت اصفر والله يا باشا كنت بالفلة عليك شاكرة ميرت اصفر كانت بتحرق حرق طيب انا مش هجيب هداية خالص يا علي انا عايز كارت اكتب لمراتي عليه عيد جواز مبارك عيد جواز كريم عندك روت؟ موجود يا فاند في ضفون ولا أورانج امك ارتاحتي علي امك ارتاحتي علي امك ارتاحتي والله السلامةく�� السلام عليكم لا 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 خدم انت عايز امك علي انا عايز لا اخد الهداية دي وانديك تمانها بس خد بالفروس مش حايز خد كل حاجز فتاة الكربية أمك عليها بس انا عايز الهداية بس عايز الهداية وانديك تمانها الهداية بس قد الهداية حد الهداء! بس. بس. إهداء. إهداء يا ابن المرووش. الهداء دي فيها إيه؟ يلا أنا اقولت لك. حقيقة مش عاك بها! حد تنتيني؟ مش عاك بها. حد تلك ليه؟ الهداء فيها إيه؟ انت حد تنتيني! مش حد تلك ولها فيها إيه؟ قالوا! حد تنتيني! انت؟ أنا عاسود. أنا عاسود. ده مات. بصي حبيبي. فابي مات على فكه. بس انت شكلك هوات جدا. انت مش افتنيش. عشان ممكن ميروحش في داهي كي؟ ما شفتنيش الحالة من قتير لله الحالة من قتير لله اشتركوا في القناة ربك يا زماني يا قواني يا مكاني انا عايز عيش في كوكب تاني فيه عالم تاني فيه لسه اماني فيه الانسان لسه انسان فيه الانسان لسه انسان عايش في كوكب تاني عالم طيار ورياحه قوية بتهد كانت كالصرفية عالم طيار ورياحه قوية بتهد كانت كالصرفية بتهد كانت كالصرفية من غير مواعيد بتاخدني بعيد من غير مواعيد بتاخدني بعيد من غير مواعيد كل سنة وانت طيبة يا حب الكون يا مدفية العشي هي دي سنة سبعة الاتفاقنا عليها يا سلطان قبل ما روحت البيت غيرت ولفت الهدية وجبتها انت جبتليه هدية؟ بسان طيبة ممكن افتحها؟ لا افتحها بقى في البيت عشان ما نبواصش اللفة ونبواص اليوم جبتلي ايه؟ المصحب معرف ايه دي سلطان؟ ما مش عاجبك لونها؟ اغيرهولك انت هتستهبل؟ جابلي بوتي؟ ما اصلا انا لقيتك بتقلقي كتير بالليل وعشان تخش الحمام وكده فقلت بقى اجيبلك الاسرالة دي تحطيها جنب السرير تعملي فيها براختك لا انا بقيت بالبس بامبرز طيب ما كنت تقولي يا داليا بتستهبلش يا سلطان انت قصلا ما كنتش فاكر رأي تجوزنا صح؟ والله العظيم فاكر بها جا تقلي مبارح بها جا تقالك مبارح طبعا لو زعلت الوقتي بناكادية طبعا عشان مش مفودة زعل ان انت مكنش فاكر عيد جوزنا طبعا ولا ان انت لطاعتين هنا ساعتين قعدة الواحدة طبعا ولا ان انت جاي بجاي بأسرية في ايديك طبعا سلطان اعزامشي ليه؟ ليه الاوفر دا يا حبيبتي؟ انا جاي وحاجز التربيزة واجابلك هدية عشان قضي ايد جوازنا كل ده عشان هدية؟ اجابلك عشين واحدة غيرها لا مش كل ده عشان هدية يا سلطان المشكلة مش في الهدية المشكلة فيك انت ليه مصر اتعمل لها ان انا غبية؟ بس بس بقى لست او انا اياها انا مش غبية؟ انا متخرجة من عشرين جامعة؟ انا خلصت سنوية عامة وانا عندي احداشر سنة؟ خلاص يا دالي؟ انا عرفت عرفت ان مش قد المقام وبني ادم غبي ما كانش ينفع تجوز واحد زكاية زيك سلطان والله هم عايزين مش قصدي سلطان ما تتعلش انا بس نفسي ان انت تهتم بها شوية نفسي ان انت تديني جزء من وقتك يا سلطان نفسي تديني عشرة في المية بس من وقتك داليا انت ليه فاكرة ان انا بني ادم جامد ومسك نفسي ممكن يكون بيبان عليك كده من برا لكن انا من جوايا بتقطع انا نفسي اقضي معاكي كل الوقت اللي اقدر اقضيه بس انا بعمل كل ده عشان مي مش عشاني انا وانتي وابننا اللي هيجي كمان خمستاشر سنة خمستاشر سنة؟ هم؟ سلطان انت بتحبني؟ انا ما بكرهش حد على فكرة ما بتكرهش حد؟ شفتي بقى دخلتنا في حوار نكاد ازاي واحنا جايين في يوم لزيز نبسط مع بعض انا كل حاجة نشربة كل يوم نقف المانيو كده اللي انتي عايزاه وانا عاسب مش يا سلطان ايه ده؟ يا نهار يا سود في ايه سلطان؟ ده باجت باجت تعبان جدا ولازم اروح له دوقتي حالي ليه ميله؟ ايه عنده البواسير وعامل عملية النهاردة تاني؟ ومشيس عاملها الازوار اللي فات؟ ما انتشرت في كسمه كله انتشرت؟ واقس او مرة جات له وقلت له بقى جات بلاش تلعب فيها لما لعب فيها بقى كبرت وانتشرت هم سلطان تبتكدب صح؟ بكدب انا بكدب شكرا شكرا يا مقدبة يا سلطانة كنت بسأل مش بقولك شكرا يا مقدبة يا بنت الناس يا محترمة اللي بتكلمي زوجك بالطريقة دي مش قد دي والله العظيم يا سلطان خلاص سوري سلطان بتزعلش خلاص بقى سلطان طب خلاص وراح له بجد؟ اه رح له برضو صاحبك مينفعش تسيبه لوحده طيب انت معاك عربيتك ولا اطلبلك اوبر عشان ابقى منطمن بس امشي سلطانة انا اطمنك امشي طيب نفسي اعود معاك يا روحي اكتر بكده الله اشتركوا في القناة بخلاص روح ألاسية цевrats عبر اما لي طلب ايجاب ايجاب اعتنافار المساعدين decirسة قليلا مثل ابريان باته ready المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الله يا سلطان يعني حيحصل إيه أختي بعطته لي وعنده امتحين لازم أذكرله زي ما اتفقنا يا روح قلب خالته أنت حتقف عند الباب برة تسمع لي وأنا حخش سمع الأنكل من جول سمعي لي أنت مجلونة كده وكده يا عمو كده وكده ده أنت قديم بقى مودي أمه ليه عيش وسبني عيش عيش وسبني عيش شفت بقى؟ يلا على قط الملتاج يا وفاق يلا تعالى الطفل جاء وراهنا على فاق أمه 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 طب ما عليش يا طنط خليكي معايا ثانية واحدة طب بايبايا دلوقتي يا طنط ليه؟ عشان أبنك تلعب لجازمة أنا هكوي لك لبس المدرسة وبعدين أعملك السندوتشات وبعدين إيه بقى؟ ننام ننامو تريحني منك لا أحميني أحميك؟ مش لما حمي خالتك الأول؟ مش إحنا متعودين إن الكبير الأول بيستحمى وبعدين الصغير؟ انت مش مربينك ولا يا مودي؟ ها؟ سلطانيا روح ألبي أنا لازم أجري دلوقتي حالاً ليه؟ مش أختي عملت حادثة وخبطت ثابت بالعربية؟ إيه يا أختك دي ما يجيش وراها جرى المصايب؟ بختي ونصيبة يا أخوي بختي ونصيبة بقولك إيه أنا حاسين مودي معاك بقى في البيت مودي معايا فيه؟ هنا في البيت طيب طيب أحنا مالحيا لاش نعمل أي حاجة أخد بوصة طيب عشان أبقى عملت أي حاجة أحكي لصحابي يعني حياتي إنت هعوضك أول ما أرجع أه حبيبي سيبهولك أمانة ها؟ يلا باي مودي أنت عرفين أنت بغوصت الليلة؟ أه أعرف إجري أملك بأك شاي أتديك بالمكوة فوشك في عالمين أستعاني ببقى الا مودي اه نعم بص مدابطة على هنا استخدمizing استخدمizing ملكتباع إيه مع طفل طفل يا مريض والمصحف خالته كتجوه خالته يا سبالة يا سافل يا حقير مشي تعمل لي نرزك فيها صحية إليس داليا 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 اشتركوا في القناة اسمعيني مانسا داليا اشتركوا في القناة يا بنت اوك اوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي اللي وصلتك لايه؟ يا ابني انا مش فاهم انت هتشيل انت المسئولية يعني انت خنتها وانت السبب في الحادثة اللي هي متداشدشة بسببها انا مش فاهم انت جايب البجاحة دي من ايه؟ فضل خشي شوف مراتك على ما انا فهم من الدكتور حالتها ايه؟ طب بقولك ايه؟ هي شكلها مشاوه قوي يعني عشان انا لو شفت المنظر ده ممكن ارجع ده ليه؟ ده ليه؟ ده ليه هتخف؟ ولا خلاص؟ مسألة وقت مسألة وقت مسألة وقت ايه؟ هتخف ان شاء الله وعتقومة تبقى زال فل بس ايه؟ بس ايه؟ جالها ايه؟ ايه ايه؟ ايه زيها متخلف دي حادثة؟ هم قال ايه بقى جت طيب؟ الدكتور قال لي ان الخبطة جات في دماغها فللأسف هتأثر عليها ايه سود؟ شلال ربعية؟ يا ابني هو ايه معلومة تبان فاهم ايه الجهل ده؟ الجهل ايه باجت ولا دكتور وانت عملته الفوزير ما تخلص؟ تأثير الصدمة اللي حصلت لها لم اقفشتك مع عفاق مع الحادثة كانوا اكبر بكتير جدا من قدرتها فاللي عايز اقوله لك ان داليا لما تصحى لا هتبقى فاكرا انت مين ولا عارفاك اصلا ولا فاكرا انا مين ولا عارفاني؟ امال هتبقى فاكرا ايه؟ محدش يعرف لحد ما داليا تفوق ومتطمنة على حالتها محدش يعرف هي ممكن اصلا تقوم مش عارفة هي مين ربنا انتهي منك يا باجت قلت لي بتنسى طلعت الجنين الخالص اللي عندي داليا دا مرض اسمه ديسفوريا سندروم يا الهر اسود ديسفوريا كوسكوس دا السلاح دا كله دا عدم لاب اللازم دا والله القلب في حبك قطع يا بنيه مش هشغلني ولا عكبانيه السقسة اينا بالهق هطاطا يا مشعر عسلي زي البطاطا فاق 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 زاق زاق صحرتي فاق 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 خش يا بطاطا رياح المدام واسمعي الكلام وامضي مع نفسك يا قط معهده السلام دي الحكومة والجامعة مت بيقلب كل ساعة الزكاق والغباء والطنش والالتزام رياح المدام رياح المدام واسمعي الكلام وامضي مع نفسك يا قط معهده السلام دي الحكومة والجامعة مت بيقلب كل ساعة الزكاق والغباء والخيناء والاتفاق الشراسة والودع واسمعي الكلام واسمعي الكلام واسمعي الكلام موسيقى هي فهما في كل حاجة وانت لا هي نظرة هاللي صقبه والآدق هي تحكي في كل حاجة وانت لما تحكينا هي مية مية فل ست الكل والأحق رياح المدام واسمعي الكلام وامضي مع نفسك يا قط معهده السلام دي الحكومة والجامعة مت بيقلب كل ساعة الزكاق والغباء والخيناء والاتفاق الشراسة والودع والطنش والالتزام رياح المدام رياح المدام